الله ليس بظالم الله حلو الله لن يقبل أن يكون مدين لك بشيء اللي أنت بتعمله ويترد لك مضاعفا السيد المسيح نفسه إن أمكن أن حتى المختارين أن يضل لكن هو متطمن على ولاد المختارين وقبل ما بيسمح بالضيقة بيدي سند وبيدي قوة للإنسان وبيقبل كل حاجة بفرح وبيشوف إيدين ربنا الحلوة واللي هو بيفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح أما أنه يحفظنا مش معنى يحفظنا من الساعة التجربة يعني يجي يخطفنا من وسط العالم الكنيسة حتولها باقية وزي ما نعرف سفر الرؤية إن حتى لما هيشتد عدو الخير أو الأنتي كريست ضد الكنيسة هيبعث ربنا الشاهدين العظيمين اللي هم من أخنوخ وإلي اللي هم من عاشوا على الأرض ولم يموتوا بالجسد وحيستشهدوا ولكن بعد ما يستشهدوا حيسحقوا ضد المسيح وحيشوفوا الكنيسة حتشوف ربنا الجميل الحلو اللي بيحول حتى حرب ضد المسيح إلى مأمجاد سماوية فائقة لا يعبر عنها فكل من سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض دي موجهة لملاك الكنيسة في فلادلفيا أو الكنيسة في فلادلفيا وموجهة لكل نفس فينا إذا أنا حفظت الوصية هو بيحفظني بيقول له حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك الله ليس بظالم الله حلو الله لن يقبل أن يكون مدين لك بشيء اللي أنت بتعمله ويترد ليك مضاعفا بالكيل الذي به يتكلون يكال لكم وإيه وأكثر أعظم هيبقى كيل كده مهزوز وقوي ويديك بفيض فوق الوصف فالكيل اللي أنت بتعمله من صبر طول تأناه حب احتمال التجربة فقدان أمور مادية ممكن يكون إهانات بس كده المسيحك المتألم تخيلوا السيد المسيح وهو في طريقه إلى الصريب مجلود ظهره من الصياد بينزل دم الشوك في جبينه بينزل دم بعد كده الجراحات في إيديه ورجليه بتنزل دم الحربة ضربت في جنبه اليمين كل ده يقف أي واحد يقول يعني فيهم يسوده خلص كثيرين وأما نفسه لم يقدر أن يخلص ده في غباوة قالوا هذا الكلام وإذا بهم يكتشفوا أن ما فعلوا أمجاد إلهية لا يعبر عنه لما دخل اللص اليمين إلى الفردوس بناء عن الكلمة أو الوعد اللي قالها سيد المسيح لللص اليوم تكون معي في الفردوس كل السماعين وقفوا في دهشة ما كناش نتخيل الصليب يجيب مثل هذه العينة اللي متمرمغة في الفساد وفي الطين وفي النجاسة إنها تتوب وتتقدس وتطلع وتشارك المسيح الأمجاد الأبدية خاصة في يوم الرب العزيز